بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل شرح مقارن كيمياء عضوية واحد وسنمر إذن إلى المحور الثاني حيث سنقوم بشرح أنواع الروابط في المراكبات العضوية ومن خلال ذلك سنقوم بشرح التأثير التحريذي الميزوميري والرنين وتأثيرهم على الخواص الفيزيائية والكيميائية للمراكب العضوية خلال هذا المحور سنقوم بشرح أولا الروابط الايونية ثانيا الروابط التساهمية ثالثا كيفية كسر الروابط التساهمية ثم في العنوان الرابع سنقوم بشرح التأثير الحثي أو التحريدي ونمر في العنوان الخامس لشرح التأثير الميزوميري الجاذب والمانح ثم الرنين ثم شرح الحمضية والقاعدية وننتهي بشرح الأنواع الأساسية للتفاعلات العضوية إذن في الجزء الأول حيث سنقوم بشرح المحور الثاني حيث سنقوم خلال هذا الجزء في المحور الثاني يعني في الجزء الأول سنقوم بشرح إذن الروابط الأيونية الروابط في المركب العضوي تتسم بالأهمية الكبيرة وذلك كون التفاعل العضوي يتلخص في كسر روابط وقيام روابط جديدة فبالتالي إذن دراسة الروابط في الكيمياء العضوية هامة جدا وتعتمد الروابط على الفرق في الكهروساليبية بين العناصر ونعني بالكهروساليبية أو الكهروبية الساليبية أو يطلق عليها كذلك بالإلكترونيغاتيفيتي قدرة العنصر على جذب الإلكترونات التي توجد في الرابطة فمثلا إذا قلنا أن العنصر A له الكهروساليبية أو كهروساليبية أكبر من العنصر B فهذا يعني أن A لها القدرة على أن يجذب الإلكترونيات في اتجاهه في الجدول الدوري الذي يوجد أمامنا هنا بطبيعة الحال قمنا بحذف العناصر الخاصة بالعمود الأخير يعني بالغازات النبيلة قمنا هنا بوضع الكهروساليبية لكل عنصر كما تلاحظون تحت كل عنصر يوجد إذن الكهروساليبية لو دققنا جيدا في الكهروساليبية للعناصر سنلاحظ أن الكهروساليبية ترتفع من اليسار إلى اليمين وكذلك من الأسفل إلى الأعلى بحيث أن العناصر التي توجد هنا في هذا الجانب تتميز بكهروساليبية أكبر من الكهروساليبية العناصر الأخرى ويحتوي الفلور على الكهروساليبية الأكبر من بين كل العناصر كما تلاحظون بالنسبة للعناصر المكونة المركب العضوي والتي تنحصر في الدور الثاني والدور الثالث نلاحظ إذن أن الكهروساليبية هنا بالنسبة للإنتروجين 3 الأكسيجين 3.5 بالنسبة للكاربون إذن 2.5 وبالنسبة للهيدروجين 2.1 كما تلاحظون فالكهروساليبية الكاربون والهيدروجين هي متقاربة نوعا ما ونلاحظ كذلك بالنسبة للكهروساليبية للعناصر الموجودة على أقصى يصار الجد الدوري إذ هي كهروساليبية يعني منخفضة نسبيا مقارنة بالكهروساليبية للعناصر الأخرى إذن من خلال الفرق في الكهروساليبية بين هاتي العناصر إذن يمكن أن نحدد أنواع الروابط في الكيميا وفي الكيميا العضوية بالتحديد إذن بداية سنقوم بشرح الرابطة الأيونية الرابطة الأيونية تتكون إذا كان الفرق في الكهروساليبية أكبر من 2 ونأخذ مثال على ذلك إذا كانت رابطة بين مثلا الأكسجين والبوتاسيوم إذا كانت رابطة بين الأكسجين والبوتاسيوم فالأكسجين له إلكترونيغاتيفيتي تساوي 3.5 والبوتاسيوم له إلكترونيغاتيفيتي تساوي 0.8 فبالتالي إذا كان هناك ارتباط بين الأكسجين والبوتاسيوم فسيكون الفرق في الكهروساليبية بينهما هو 3.5 نحذف منها 0.8 فيعطيني إذن 2.7 إذن الفرق في الكهروساليبية بين الأكسجين والبوتاسيوم تساوي 2.7 وهي أكبر من 2 فبالتالي إذن الرابطة بين الأكسجين والبوتاسيوم ليست رابطة حقيقية وإنما هي رابطة إيونية تتمثل في جذب إلكترونيغاتيفيتي بين الشحنة السالبة والشحنة الموجبة حيث أن نتيجة للفرق الكبير في الكهروساليبية بين العنصرين يقوم الأكسجين هنا بسحب هذا الزوج إلكتروني تماما فيصبح لديه إذن الأكسجين يصبح لديه إذن شحنة سالبة كما تلاحظون هنا لأنه سيربح إلكترون والبوتاسيوم من الناحية الثانية سيخسر إلكترون سيخسر إلكترون هذا الإلكترون ويصبح إذن لديه شحنة موجبة كما تلاحظون هنا وبالتالي إذن تصبح هناك رابطة جذب إلكترستاتيكية بين العنصرين يوجد هذا النوع من الرابطة في الأملاح العضوية وليست شائعة جدا في المراكبات العضوية مثل الأمر بالنسبة مثلا لمركب عضوي يتميز مثلا يحتوي على هذا النوع من الرابطة بين البوتاسيوم والأكسجين مثلا لو وضعنا هنا مثلا R هيدروكاربون بصفة عامة يمكن أن تكون مثلا سيأة ثلاثة يعني يمكن أن نأخذ مثال سيأة ثلاثة مع أكسجين مع بوتاسيوم مثلا إذن سيكون الرابطة بين الأكسجين والبوتاسيوم هي رابطة إيونية